موسيقى في ترطوس عقد المجلس المركزي لنقابة المعلمين اجتماعاً ضمن الدورة النقابية العاشرة المجلس المركزي لنقابة المعلمين عقد اجتماعه للدورة النقابية العاشرة في مبنى محافظة ترطوس بحضور عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع أركان الشوفي ومحافظ ترطوس صفوان أبو سعدة ووزيري التربية الدكتور هزوان الوز والتعليم العالي الدكتور عاطف النداف ونقباء المعلمين في المحافظة وأعضاء النقابة في جلستين متتاليتين الشوفي وفي افتتاح أعمال المجلس لفت إلى المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق المعلمين في مواجهة ما تتعرض له سوريا التي تعد استمراراً للدور الوطني الذي أداه المعلمون على مر العقود عندما نلتقي مع المعلمين هناك أكثر من هدف وهناك تكثيف للقاءات مع المعلمين لأن المعلم هو من يمتطي صهوة الميدان وهو من يمتطي صهوة الكلمة وهو الذي يعمل على تحصين هذه الأجيال وتثقيف هذه الأجيال ونحن نقولها بملء الفم أن المعركة العسكرية هي أقابة قوسين أو أدنى من الانتهاء كما قلناها في اللقاء لكن المعركة الأهم هي المعركة الفكرية فمن سيعمل على مواجهة هذه المعركة الفكرية ومن هو الرافعة لهذه المعركة الفكرية قولها أن المعلمة هو الرافعة لهذه المعركة الفكرية نقش أعضاء المجلس المركزي الواقع التنظيمي وسبل تطويره بما يخدم قضايا المعلمين ودعم البنى التحتية والقضايا التي تتعلق بالعملية التربوية التعليمية المجلس المركزي هو محطة لتقييم أيضا العملية التربوية بمختلف مستوياتها فطبعا كما سمعتم كانت هناك بعض الأسئلة والاستفسارات وأهم شيء طبعا تم تطمنه نحن إن شاء الله في الشهر القادم ستكون هناك مصابقة لمعلمي الصف مواضيع كثيرين طراحية فيه منه تعالج وفيه منه قيد المعالجة وفيه شيء بده يضحط ضمن خطط واستراتيجية نحن فيه مشكورة نقابة معلمين نحن بتشاور دائم ومثل النقابة بمجالسنا من سواء في مجلس التعليم العالي اللي هي أعلى مؤسسة أعلى مجلس بالمؤسسة التعليمية اللي بتاخد وفيه المجالس الأخرى سواء فيه مجلس الجامعة أو فيه مجلس الكلية هذا عبارة عن مجلس يعقد كل ستة أشهر وليس كل سنة والغاية من هذا المجلس هو دراسة ومناقشة مشاريع وصناديق وتطوير صناديق النقابة هذا هو الهدف الأساسي ومكرم من قيادتنا أن يعقد هذا المجلس في محافظة ترطوس أم الشهداء هذا المجلس يأتي في وقته المناسب وفي بداية العام الدراسي من أجل أن يأخذ المعلم دوره كاملا في تربية الأجيال وغرس القيمة الوطنية والقومية بالإضافة إلى مناقشة القضايا المالية التي تنعكز إيجابا على المعلمين وأسرهم ومعالجة القضايا التي تعاني منها نقابة المعلمين من خلال حالات العجزة التي تعرضت لها النقابة محاولات حثيثة لوضع اليد على العقبات التي يعاني منها قطاع التعليم في محافظة ترطوس كخطوة أولى من خطوات حلها والارتقاء بواقع القطاع التعليمي في المحافظة لقاء مفتوح مع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خلف المفتاح ضمن ندوى بعنوان السياسي والثقافي ضرورة التكامل والارتقاء أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لقاء مفتوح مع الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الندوى حملت عنوان السياسي والثقافي ضرورة التكامل والارتقاء وهدف اللقاء إلى ربط المشهد الثقافي بالعمل السياسي ودمج وتصويب العلاقة وتصحيحها بينهما في مجتمعنا لا يوجد رؤية واضحة تنظم العلاقة ما بين الثقافي والسياسي ولكن هناك وجهات نظر تتعلق في تنظيم أو تأطير هذه العلاقة لا شك أن للثقافي مجاله ولي أيضا للسياسي مجال آخر ولكن المفترض أن يصب الجهد ما بين الثقافي والسياسي نحو المجتمع وبالتالي يمكن أن تطرح المسر على الشكل التالي ليس إشكالية العلاقة بين الثقافي والسياسي وإنما أيضا إشكالية العلاقة بين المثقف والمجتمع تناول الحديث العلاقة بين المثقف والمجتمع كما تم التأكيد على ضرورة طرح عنوين تلامس وعي المجتمع وأن طرح المشكلة يحتاج إلى تكوين مجتمع جيد يقوم على التنوع والتقبل والانسجام هذه المبادرة التي نقوم بها في اتحاد كتاب العرب في دمشق نقدم إشارة طيبة جديرة بالتقدير إلى أن السياسي يبحث في مرآة الثقافي عن نفسه كما يبحث الثقافي عن نفسه في مرآة السياسي الحضور ركزوا على أهمية تكريس الجهود الثقافية إلى جانب الجهود العسكرية للحفاظ على الوطن في ظل ما تشهده أمتنا من إرهاب عابر للحدود وضرورة أن تصبح السياسة جزءا من الخبز اليومي والحياة اليومية ليتكون وعي عام قادر على الانتقاء وخلق منظومة متكاملة وبنية توعوية وخطابا سياسيا جيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة